لا يزال قاطنو دوار ولاد سعادة في ولاية السعيدة يخرجون في رحالات بحث عن المياه التي يحرم منها لسنوات طويلة غياب المياه وانشغلات أخرى رصدها محمد عمراني وحمد عوادي في هذا التقرير نحن هنا بدوار ولاد سعادة وبالتحديد بعلق صبع أين عينت النهار ظروفا صعبة لسكان الذين يجبرون على جلب المياه على مسافة ستة كيلومتر ذهابا وإيابا سكان الدوار يعانون منذ مدة طويلة من مشكل عدم المياه رغم وجود خزان وأبار في المنطقة ولكنه ليس بالمشكلة الوحيدة المطروحة فنعدام المسالك زاد من مغاناتهم الشاطور في عشر سنين ولا خمسة عشر عام راه قبالنا والشاطور والمامكانش خسرنا التيويات خلصنا بلك واحدة كيلة الخيمة اللي خلصت مليون كيلة اللي زجمناين ثلاثة والتيو ترام قاعدة نعير شو لا مالة ولو التيوي راه قاعدة في الوطي أهرام مقيوسين شربنا منهم واحد نص نهار والنهار ونذن ما كيش لعود شرب العين بعيدة والمامكانش اللي ترام مركبينهم بلا ما المامكانش والحسيان والحسيان رام بلعينم هادينم هذا مكان يا الحاسي قاعد نهار لول قناه لهم يا وحاقراني قلت له المقاء مكانش غير كذبوها يقول لك الماراكاي المكايش الماء الوحسيان تعني احنا ماذا بنا للسلطات المحلية تدري إجراءات معانا يعاونونا هذه احنا ما عدنا طاقة عينا قاع الخوارت هنا تعطي في ذابت كل عندهم الماء سواء كارت هنا تعالي السعادة اللي ما عندهاش الماء رحلة البحث عن الماء ومشاكل أخرى تؤكد هذه المشاهدة التي أضحت من يومية سكان دوار ولاد سعادة بأولئة سعيدة والتي يحلم القاتلون بهذه المنطقة المعزولة بتغييرها